بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو تسعة آلاف وثلاثمائة واثنان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أيها الإخوة في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم في هذا اللقاء المتجدد وعلى موعدٍ مع فضيلة الدكتور عبدالعجيز الغيمشي ليحدثنا عن موضوعٍ أحسبه من الموضوعات الساخنة والهامة في هذا الزمان وفي هذا المكان أيضاً وألا وهو العلاقة بين الآباء والأبناء وطبيعة هذه العلاقة وكل ولي أمرٍ حريصٌ على أن يعرف المنهج السليم في التعامل مع أبنائه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجر هذه الجلسة وأن يوفق فضيلة الشيخ إلى خير القول إنه سميعٌ مجيب وصلى الله على نبينا محمد وليتفضل فضيلته مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وبعد أيها الإخوة لا ريب ولا شك أن من القضايا المهمة في حياة المسلمين المعاصرة قضية العلاقات العلاقات بين الآباء والأبناء والعلاقات بين العلماء وطلاب العلم العلاقات بين المدرسين والطلاب والعلاقات بين أفراد المجتمع كل في موقعه ومن وظيفته المعينة إلى الشخص الذي يخدم في هذه الوظيفة أو في تلك المهمة والموضوع الذي نتحدث فيه في هذه الليلة يعد من أهم الموضوعات التربوية نظراً لأنه يتحدث أو يتناول عنصرين رئيسين في العملية التربوية لهو الأب والابن أو الوالد والابن يعني الأب أو الأم والابن أو البنت وبادئ ذي بدء لابد أن أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنافاً من المسؤوليات وأصنافاً من الرعاية أو الرعية ولا ينفك عن ذلك بحال رعاية الأب لأبنائه ورعاية الأم لأبنائها لكن الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام يكاد يكون بعيداً كل البعد عن المنهج الإسلامي الذي نريد فقد أصيبت التربية كما أصيب غيرها بالتخلف والتأخر والتفلت من المنهج الصحيح وأصبحنا نعض أناملنا ونقلب أكفنا نريد نصراً ونريد عزاً ونريد صلاحاً ونريد جودةً في تربيتنا وحسنًا في أخلاق أبنائنا لكن الواقع يصدمنا وأول ما يصدمنا هو طبيعة سلوك الأباء تجاه الأبناء وطبيعة سلوك الأبناء تجاه الأباء وهذه هي القضية الخطيرة التي أناقشها معكم الليلة فدعوني أدخل في التفصيل بادئة بادئة حقيقة أريد أن أستثني قضيتان أستثني قضيتين القضية الأولى هو أن تركيز حديثي في هذه الليلة سينصف في الغالب على القضايا السلبية من قبل الآباء تجاه الأبناء والتي تنعكس سلباً وسوءاً على تربية الأبناء فهذه هي التي أركز عليها وأستثني القضية الأخرى فأنا لن أركز في حديثي وإن كانت ستمر لن أركز في حديثي على السلبيات من الأبناء تجاه الأباء فلعل لهذا موضع أخر القضية الثانية أنني أيضاً هناك الحقيقة موضوع مهم يدخل في هذه القضية لكن الوقت لن يسع في تصوري الحديث عنه وهو ما أسميه بخصائص أو الخصائص المهمة لإقامة علاقة جيدة مع الأبناء فهذا موضوع يمكن أن يفرد له حديثاً آخر سأحصر حديثي في ثلاثة عناصر العنصر الأول واقع العلاقة واقع العلاقة بين الآباء والأبناء في حالنا وعصرنا في حالنا وعصرنا الآن ما هو واقع هذه العلاقات العنصر الثاني ما هي القواعد التي تحكم إقامة العلاقات والتي يجب أن نستثمرها وأن نعنى بها كمربي والقضية الثالثة التحدث عن بعض مشكلات الآباء مع الأبناء تطرق لبعض المشكلات التي تعترض العلاقات بين الآباء والأبناء والتي سأنبه إلى ما ينبغي اتخاذه عند الحديث عنها تجاه هذه المشكلات أولاً واقع العلاقة هناك ثلاثة مسائل أحصر حديث فيها عن واقع العلاقة بين الآباء والأبناء المسألة الأولى والتي بدأت تشيير في مجتمعاتنا هي الإهمال من قبل الأبوي للعملية التربية فالأب أو الأم لا شأن لهما في التربية وإن كان له من شأن في التربية فهو محدود جداً مقارنةً بأنشطته الأولى التجارة مقدمة على التربية الوظيفة مقدمة على التربية الشهوات التي يسعى وراءها الأب أو الأم مقدمة على التربية الرفاق والأصحاب والشلل قد تكون أيضاً مقدمة على التربية وهكذا تتقدم أشياء مفترض أن لا تأتي في المقدمة مفترض أن تكون في المؤخرة أو تمحى من أنشطة الإنسان هذه الأشياء تقدمت وأخذت مكانها في الدرجات الأولى في أنشطة المربي الآن في أنشطة الأب وفي أنشطة الأم وعلى هذا وجدنا أن كثير من الآباء يستيقظ في الصباح يأخذ شيء من الحطور إذا كان سيفطر ثم ينطلق إلى العمل أو إلى التجارة يأتي في الظهر منهك يتناول طعام الغداء ينام بعد العصر يذهب إلى أنشطته التجارية أو التروحية ثم يأتي في الساعة العاشرة ليلة أو الحادية عشر وبعضهم يأتي إلى بعد الثانية عشر لكي أيضا ينام وهذا هو البرنامج أين مكان الأبناء ما في مكان لماذا تفعل هذا الشيء يقول لنا بنيت لهم بيت وأوجدت فيها الطعام والشراب ماذا تريدون مني إذا أنطلق طيب ما لك مهمة تربوية لا هذا من يقول هذا الكلام هذا شيء كان في القديم أما الآن لا تغير وتطور الأمر الأم الأم أيضا لا تنفك من هذه المشكلة لا تعنى بالقضية التربوية كثير من الأمهات لا تعنى بالقضية التربوية لا من قريب ولا من بعيد تنامي للساعة العاشرة في النهار تستيقل تكون بإعداد الغداء ثم الظهر تستقبل الزوج أيضا على وجبة خفيفة والعصر تقضيه ربما في زيارات أو في أنشطة تافه لا قيمة لها ويأتي الليل ويعود البرنامج كما هذه الصورة أيها الأخوة ليست صورة مثالية أضربها هنا أو أطرحها عليكم بل هذا هو الواقع لكثير من البيوت هو الواقع لكثير من البيوت بل إن بعض البيوت أشد من ذلك فقد وجدنا كثير من الشباب يرفعون مشكلاته ويشرحون أحوالهم بأنه لا يعرف أبيه إلا قليلا وأن الأم لا تعنى به والبنت أيضا لا تعنى بها أمها إلا نزرا يسيرا في قضية ملابس في قضايا شخصية باردة سطحية لا قيمة لها لكن هناك عناية ربوية ليس هناك عناية ربوية وسأفصل لكم هذا بعد قليلا لأن أيضا هناك بعض الأمثلة سأضربها في أثناء الحديث هذه المسألة الأولى الإهمال من الأبوين والإنصراف والتي يعاني منها كثير من الأولاد و انطلاقا من هذه المسألة فكروا أيها الأخوة ما الذي سيحدث من انعكاسات على العلاقة إذا كان الإبن سيحس بإهمال الأب ماذا ترجو أن تكون علاقتك فيه؟ يمكن تكون صفر إذا حطنا درجة مئة ترقى إلى مئة تكون أحسن الدرجات في العلاقة بين الآباء والأبناء وتنزل إلى الصفر حسب الإهمال سيتتأثر هذه الترجمة المسألة الثانية نمر بسرعة فقدان التربية المباشرة فقدان التربية المباشرة وأركز على كلمة فقدان التربية المباشرة ويتضح هذا أيضا في كثير من بيوت المسلمين في مجتمعنا فالمرأة المخدومة والمرأة الموظفة لا تمارس التربية مباشرة لا تمارس التربية مباشرة المرأة التي عندها خادمة في البيت أغلب هؤلاء النشاء لا يمارس التربية مباشرة البيت الذي يوجد فيه سائق وخادمة أخذ السائق مهمة الأب وأخذت الخادمة مهمة الأم والمرأة الموظفة صارت تبذل جهدها ونشاطها وتربيتها لأبناء الأم هذا الواقع لا تقولوا أن تتخيل هذا الواقع فقدان التربية المباشرة إذن ماذا تكون التربية هنا أسميها التربية بالواسط تربية بالواسط تربية بواسط الخادمة فأكلهم وشربهم والعناية بنومهم تنظيفهم وتطبيبهم ولبسهم وغير ذلك كثير تقوم به الخادمة بل إن الخادمة بالنسبة للطفل الرضيع هي التي تقوم بإرضاعه بإرضاعه عن طريق الرضاعة الصناعية فيجتمع عليه يجتمع عليه داهيتان الإرضاعة الصناعية وبطريقة غير ليست من الأم مباشرة بالواسط السائق هو الذي يقوم بمشتروات الأولاد بنقلهم بصحبتهم هو المدافع عنهم هو المراجع لهم في شؤونه الأب ما يقوم بهذه المهمات تجاه الأبناء ما الذي ينتج عن ذلك أعتقد أننا لا نستغرب إذا وجدنا أحد الشباب يكتب رسالة إلى الجريدة يسأل يقول أنا ليس بين وبين أمي محبه مود أنا أريد أن أضر بها وأفعل هذا ولكن بشكل آلي لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بذلك لكن ليس هناك أي رابطة نفسية ليس هناك أي عاطفة وإحساس داخلي يدعم هذا البر ماذا أفعل منذ نعومة أغفاري التي تعنى بي الخادم الخادمة هي التي تعطيني الحليف الخادمة هي التي تلبسني الملابس الخادمة هي التي تقوم بتقديم الطعام لي أنا لا أرى أمي إلا مرة في اليوم أو في اليومين تنام أغلب الصباح تستيقل حتى الطعام لا تعد الطعام العصر كل زيارات والمساء هكذا نشأت فكيف أغرس في قلبي المحبة والألفة والمودة لهذه أنا أقول أيها الأخوة لا تستغربون إذا كان نشأ بهذه الطريقة وليس من الغريب هذا 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 الشاب الذي يقول هذا الكلام وعمره مثلا سبع طعش أو ثمانطعش سنة ويشتكي ويعرض هذه المشكلة من الله عليه سبحانه وتعالى بالهداية فصار ينقاد شرعا وليس هناك من التهيئات النفسية التي أيضا يأمر بها الشرع أصلا لتربية الأب للإبن وتربية الأم للإبن هذا الشاب كان ممكن أن يكون غير ذلك وبالتالي فإني أقول إن القضية تنعكس على العلاقة بين الآباء والأبناء التربية بالواسطة لا نتوقع منها علاقة جيدة بين الأب وأبنائه وبناته ولا بين الأم وأبنائها ولا نستغرب أيضا أن هناك من الشباب من المثير وقد يقولها للتندر ولكن لها ما لها مصداق مصداقية بعض الشاب يقول أنا لا أعرف من أبي إلا اسمه وشكله اسمه وشكله صح أعرف اسمه وأعرف شكله لكن في غير ذلك لما أعرف إذن هذه المسألة فقدان التربية المباشرة وهذه من المشكلات التي نعيشها في بيوتنا كثير من بيوت المسلمين في مجتمعنا تعيش هذه الأشكال وسيكون لها أثر بعيد جدا في المستقبل على العلاقة بين الآباء والأبوال وقد بدأت أثارها الآن المسألة الثانية أو الثالثة وهي التنافس في العلاقة بين الأبوين ووسائل الأعلاق التنافس في العلاقة يعني فيه قامة العلاقة مع الأبناء بين الأبوين ووسائل الإعلام فيه تنافس رهيب بين الأبوين ووسائل وهذا أيها الأخوة بعد جديد يعني حقيقة في السابق لما كان عندما كان المسلمون يربون أبنائهم ما كان فيه المنافسة المنافسة الإعلامية ما جاءتنا إلا صار الابن يعرف الرياضي أكثر مما يعرفه ويرتبط به بعلاقة حميمة أكثر مما يرتبط بأبيه وربما قدم الرياضي أو الفريق الرياضي أو المباراة الرياضية على أبيه وطلباته وأوامره وحتى على أن يعطف عليه وأن يره وهكذا مع الفنانين وهكذا مع أبطال الأفلام والمسلسلات والتمثيليات وخذ شيء فضيع حقيقة منافسة حميمة صار الدور التربوي العلاقة الحميمة الأثر الفعال للوسيلة الإعلامية داخل البيت للوسيلة الإعلامية داخل البيت يطاع التلفزيون ويعصى الأب يطاع التلفزيون وتعصى الأم وطبعا لما يقول يطاع التلفزيون يعني يطاع النموذج الموجود تلفزيون جهاز لكن النموذج الداخل نموذج الرياضي أو القدوة الرياضية القدوة المسرحية القدوة الفنية كما يسمونها بالفن والقدوة الثقافية يجلس إلى التلفزيون أكثر من الجلوس للأبوي برضى الأبوين أحيانا ولك أن تنظر إلى انعكاساتها على العلاقة يقتدى في التلفزيون والمجلة والوسائل الأخرى للإعلام أكثر من الأبوين في النهاية وجدنا أن أن الشباب والأولاد وقعوا في إيش؟ يعني حجزناهم أو حجرناهم في وسط يتجه إليهم أشهم ثلاثة أو بعبارة أخرى في وسط يشكله عوامل ثلاثة إهمال من الآباء والأمهات وغفلة وانصراف إلى قضايا تافية سطحية خال الجو جاءت الخادمة وجاء السائب جاءنا الإعلام مع الجهة الأخرى خرجنا بتشكيل بنتيجة بطبخة غريبة عليه ونتجت علاقات و اتصالات و يعني وصلنا إلى يعني في في العملية التربوية إلى مستوى صار دوننا ودون بيننا وبين الأبناء حواجز متعددة لا نستطيع أن نوصل الفكرة ولا أن نوصل القدوة ولا أن نوصل التوجيه المعين الذي نريد ونتجنا وانتهينا بواقع مؤلم جدا بالنسبة لعلاقة الآباء بالأبناء وعلى هذا يقول الشاعر في بيت الحقيقة أعجبني يقول ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول يا أخي اليتيم يتيم يتيم مات أبواه لكن المشكلة هذا الموجود الأبوان موجودة ولكنه كي يتيم ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغول وهذا هو الواقع مع الأسف والأم أيضا لها دور فعال لو اعتنت بأبنائها يقول الشاعر رحمه الله وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا تدي الناقصات والله إذا تربى على يدي الخادمة وخصوصا إذا كانت أيضا خادمة كافرة أقول إذا تربى على يد الخادمة ولو كانت مسلمة لأن التربية الأساسية إنما تكون على يد الأم لأنها تملك من الطاقات الفطرية والاستعدادات النفسية والتهيئة التي يريدها الشرع وتريدها الفطرة ما لا يمكن بحال أن تنظيفه الخادمة أنتقل إلى الموضوع الثاني وهو عن القواعد التي تحكم إقامة العلاقات والتي يجب استثمار وهذه القواعد أيضا هي قواعد هي قواعد ثلاثة القاعدة الأولى نسميها بقاعدة التبادلية والقاعدة الثانية هي قاعدة الحقوق والواجبات في العلاقات الاجتماعية والتعاون الاجتماعي والقاعدة الثالثة هي عن آثار رأي الأبوين في الإبن رأي الأبوين في الإبن على شخصية القاعدة الأولى قاعدة التبادل في العلاقات فحسن التجاوب وحرارة الاتصال بين طرفين والتفاعل بينهما يعتمد اعتمادا كبيرا على مفهوم التبادل في العلاقات فعلى قدر ما يبدل كل طرف في العلاقات يعني أنا الآن أتكلم عن نسيء عام ثم أدخل في الخصوص يعني أي علاقة بين الشخصين طالب ومدرس طبيب ومريد رئيس ومرؤوس صديق وصديق أب وابن أم وبنت هذه القاعدة تصدق في أي نوع نوع العلاقات نحن نتكلم عنها بعموم ثم ندخل في قضية الأبناء فعلى قدر ما يبدل كل طرف من جهده وماله ومشاعره نحو الطرف الآخر تقوم العلاقة وتتصاعد إلى أعلى وعلى قدر ما يقف الإنسان سلبيا في علاقته مع الطرف الآخر ويخفض من مشاعره وعطاءاته وجهده ينعكس هذا على العلاقة سلبيا وهذه القاعدة تستعمل بين الناس في حياتهم اليومية في حياتنا اليومية نحن نستخدم هذه القاعدة فليس من القليل أن تجد من يقول مثلا وجدت من فلان كذا أو كافأني فلان بكذا ولذلك سأجازيه بكذا هذه قاعدة نأخذها حين دائما نستعملها في حياتنا اليومية أو يقول لقد وجدت منه معاملة منتازة لقد كان رائعا فيثني عليه جزاء تلك المعاملة عملية التناء هذه إنعكاس لطبيعة التجاوب الذي حدث من الطرف الآخر حتى وجدت في نفسك هذا الانطباع تجاوب فهذا فهذا يحدث من التبادل يحدث التجاوب يحدث التفاعل وأشد من ذلك أن تجد من يقول إن الحديث إلى فلان يريح النفس ويبعث السرور لما وجد من يش من عملية التجاوب بهذا الشخص وقاعدة تتبادل في العلاقات موجودة حتى في الجوانب المادية هي قائمة بين الناس ولهذه القاعدة وجوه متعددة في المجتمع ففي التجارة يتم البيع والشراء آلاف المرات آلاف المرات يتم البيع والشراء بين الناس فالباع يعطي سلعته والمشتري يدفع نقوده ولا يمكن أن تتصور العلاقة التجارية الناجحة والمقبولة دون هذا التبادل وأيضا التبادل المادي المؤقت فالعارية مثلا أو القرض أو القرض مما يسر حياة الناس لابد أن يحس المستعير والمقترض المستعير والمقترض لابد أن يحس أنه مدين لمن استعار منه أو أقرضه وقد يتحرق ويحرص ويبحث عن الفرصة التي يرد فيها جميل من أحسن إليه ولو كان بسيطا وفي المقابل المقرض والمعير المقرض والمعير يفترض الخير والمعونة ورد الجميل من المقترض أو المستعير عند الحاجة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا كافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به أو معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه له وهكذا العلاقات الاجتماعية ندخل شوي شوي هكذا أيضا العلاقات الاجتماعية والتعاون الاجتماعي فالزيارة ورد الزيارة والضيافة ورد الضيافة والمساعدة المادية أو المعنوية وردها بمثلها أو أحسن منها والسلام ورد السلام كلها وغيرها صور للأنشطة الاجتماعية القائمة في الأصل على قاعدة التبادل في العلاقات ولا تستقيم ولا تنمو وتفصاعد ولا تؤتي ثمارها إذا لم يحصل فيها التبادل والتجاوب والشرع يطالب بهذا الشرع أيضا يطالب بهذا التجاوب والتبادل ويؤكده كما قال تعالى في مثال من هذه الأمثلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويترتب على هذه القاعدة إذا انضبطت بضوابط الشرع التقارب والألفة والتعاون ويترتب عليها الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع بلفظ الجمع تهادو تحاب وقال في حديث آخر تكملت الحديث أفلا أدلكم على شيء فلا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم في عملية تجاوض تبادل وهذا يورث المحب تتهادى وتحابب التهادي بين الأفراد بين المسلمين يورث المحب والألفة والأخوة وكذلك أشاء السلام وغير ذلك يمكن أن نعد كثير لو أردنا أن نقف عند هذه المسلمة نأتي الآن إلى قضية الأبناء الآباء والأخوة حقيقة يا أخوان أن أي واحد مننا لو فكر لوجد أن هذه القاعدة تصدق أشد ما يكون في علاقة الآباء ويؤكد أيضا هذا عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنفك العلاقة بين الآباء والأبناء عن ذلك فبقدر ما يقدم الآباء من عناية ورعاية ونفقة ويبذلون من رحمة ومحبة وشفقة وبقدر ما يحيطون به أبناءهم من نصرة ومعونة وحماية وبقدر ما يبدلون من الشفقة والتوجيه والتربية بقدر ما يعيد هؤلاء الأبناء حالا أو مآلا هذا العطاء والبدل برّا وطاعة ومعروف وخفضا للجناة فالأب الذي يُعنى ببيته وأولاده ويُحسن اختيار أسمائه ويُحسن اختيار الأشياء لهم وينفق عليهم بعناية وترتيب ويبذل من وقته وجهده في تعليمهم وتربيتهم ويعطيهم ما يحتاجون من حنان ورحمة ومحبة وأيضا يحيطهم بالأنس واليُسر وليل المعاملة لا يُخيِّب الله أملا ولا يُدهِب جهده أباء بل ينعكس كل ذلك على سلوك الأبناء تجاه الأبناء ينعكس ذلك على سلوك الأبناء تجاه الأبناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سلة قال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ويقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله والدًا أعانى ولده على بره والحقيقة أن الأب بما يبدل من جهد ووقت ومال وعطف ورحمة لا يبدو أنه يهيأ السبل ويسرها لكي يرد هذا الابن هذا الجميل وأن يقوم بحقوق الأبي عليه والعكس بالعكس يعني النتيجة أيضا كما قلت لكم إن القضية بالتبادل إذا عكست القاعدة انعكس فالشدة والقسوة والجفاء وعدم النفقة أو تقتيرها أو المن بها وعدم العناية بالتربية والتعليم والسخرية والاستهزاء بالابن والإهمال والنبذ والطرد والغفلة التي أشرت إليها في نداية الحديث والبعد الذين يفصلان الوالد عن الوسط التربوي الذي يعيش فيه الابن كل ذلك يؤدي إلى الجفاء والشدة وعدم الاهتمام ويورث النبذ والبعد والقسوة على الآباء من قبل الابن ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أقرع ابن حابس والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل أبناءه حسن والحسين أقال أتقبلون صبيانكم والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم أقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أفعل إذا نزع الله الرحمة من قلبك وفي رواية أخرى قال من لا يرحم لا يرحم كثير من الأبناء الذين يعقون آباءهم كثير منهم لا أقول كلهم لأن الأب في الأصل لم يكن بحقه قشى عليه من عليه بالنفق لم ينفق عليه لم يربه لم يبذل جهده ووقته لتأديبه ولإحاطته ورعايته فكانت النتيجة من لا يرحم لا يرحم هكذا إذن تكون النتيجة التي ننتهي إليها بسبب أو النتيجة العكسية التي يصل إليها الأب أو الأم إذا لم يبدل جهدا ويقدم رحمة وعطفا وتربية صحيحة لأبناء لا بد أن تكون النتيجة عكسية ماذا ترجو ماذا ترجو من النبات الذي تنبته فلا تسقيه أو تنبته من ماء مر لا يمكن أن ينبت لك البساتين والورود والزهور والثمار الحالية الناعمة الطازجة لا يمكن ولذلك لما جاء جاء رجل إلى عمر من الخطاب رضي الله عنه يشكو إذيه عقوق ابنه جاء إليه جاء إلى عمر من الخطاب يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر الولد وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه فقال الولد يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه قال بلى قال فما هي يا أمير المؤمنين قال عمر أن ينثقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب أي القرآن طبعا ما في شك أن عمر أيضا ما ذكر إلى بعض الأشياء قال الولد يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا منك لم يفعل شيئا منك أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعله أو جعله أي خنفساء ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحد فالتفت عمر إلى الرجل وقال له جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيرك فإذن القضية تبادلية لا بد أن تتضح هذه القاعدة عند الآباء والأمهات أنها بقدر ما تقدم لأبنائها والأب بقدر ما يقدم لأبنائه من التعليم والتربية والوقت والجهد والرحمة والعطح وإلى آخره سلسلة تطول لو جلسنا نعددها بقدر ما يقدمان بقدر ما يجنيان في المستقبل لأن القضية كما قلت لكم تجاوبية تجاوبية فلابد أن يحسب الأبوان أن ما يقدمانه الآن في تربية أبنائهم وبناتهم يظهر ولو بعد حين يظهر ولو بعد حين فالأم أقول إن حرص الأبوان يظهر ولو بعد حين في صفاتهم وخصائصهم وطريقة تعاملهم فالقسوة تورث القاسي واللين يورث اللين والإهمال يورث الإهمال والقطاعة تورث القطاعة وهكذا فالأم الساخرة المستهزئة ما الذي تتوقعه من أولادها بنين وبنات سوى ما قدمته سلفاً لهم والأب المقطب العابس والشديد القاسي والمهمل النابذ لأولاده ما الذي يتوقعه منهم إلا ما اقترفته يداه وسعت إليه رجلاه والله سبحانه وتعالى عندما وجه عباده فأطاعوه ورزقهم فاستجابوا ورحمهم بمنهجه ووحيه فانقادوا أعطاهم وأنعم عليهم وأكرمهم بسبب طاعته كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان الله سبحانه وتعالى في تعامله مع عباده يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ويقول سبحانه وتعالى إن هذا نسبة للمؤمنين إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وعندما عصاه بعض عباده وكفروا نعمته وخالفوا أمره وحاربوه وتنكبوا طريق الحق الميسر المستقيم كان جزاءهم العذاب والجحيم والعسر في الدنيا والآخرى كما يقول تعالى عن الكفار إن جهنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها أحقاب لا يذوكون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساق ثم قال جزاء الجزاء من جنس العالم الجزاء من جنس العالم وعليها أيها الإخوة فإني أوصي وأؤكد على العناية بهذه المسألة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك والله والله لو قرأنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأبنائها كالحسن والحسين وأمامة بنت زينب وغيره وغيره وإبراهيم لوجدنا العناية التامة والرعاية والرحمة والعطف والتربية وبذل الجهد ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقر شيئا في العملية التربية شيئا بسيطة يكون لها أثار بعيد عندما جاء الحسن والحسين في المسجد يمشيان ويعثران عليهما حلتان حمران يمشيان ويعثران وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطع فقطع خطبتا ونزل من المنبر وأخذ ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتن نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى خطعت كلامي ورفعته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يحمل أمامه في الصلاة إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها خشية عليها ورحمة حتى قال بعض العلماء تعارى كمال الأشوع مع العناية بالأولاد أو الرحمة بالأولاد فقدم الثاني ما النتيجة كان أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين تربوا على هذه الطريقة يفدونه بأرواح يحبونه حباً ليس فقط لأمر الله لهم فقط ولكن لأن هناك أيضة تهيئة النفسية والتربية المسبقة قدم الرحمة قدم العطف قدم الجهد قدم النفقة بغير من ولا أذى ابذل وقتك جهدك مالك قدم العملية التربوية على كل شيء فهي المهمة الأهم لماذا تنصرف إلى تجارتك وتنصرف إلى شهواتك وتنصرف إلى ملذاتك وإلى أصدقائك وإلى غير ذلك وتترك أهم الأعمال لماذا تنصرف الأم إلى جلسات السمر والزيارات اللاهية وجلسات الضحى الطويلة أو الليل التي يضيع فيها الوقت أو تجلس في البيت تقضي الوقت في النوم أو أمامة الهزيون ولا تقدم أي شيء لأبنائها في الجانب التربون وإذا تحدثوا إليها وجدتها صليطة اللسان قليلة الأدب قاسية لا تعطي توجيهات لا تتقدم إلى الصلاة أين الأمة التي التي فعلا إذا أذن المؤذن وإذا يتحث أبنائها الأولاد يخرجون إلى المسجد وتفرس السجادات لبناتها لكي يصلون إلى جوارها منذ أن يؤذن أين الأمة التي تفعل هذا وترتب له وتعمل له أين حقيقة لو أردنا أن نتعرف على ما يبدله الآباء والأمهات لو وجدناه ثم يأتي الآباء والأمهات يطالبون يطالبون بحسن العلاقة والعطف والبر والصلة وغير ذلك القاعدة الثانية قاعدة الحقوق والواجبات في العلاقات الاجتماعية هذه القاعدة أيها الإخوة مرتبطة بالقاعدة الأولى ولكنها فيها شيء من الخصوصية وتهيئ وتيسر للمربي للمربي العملية التربوية وتيسر له بالدرجة الأولى إقامة العلاقة الجيدة مع الأبناء وأن تقوم العلاقة الجيدة أيضا من الأبناء إلى الآباء ففي الحقيقة أن العلاقات بين الناس يحكمها الحقوق والواجبات فحقوق الأب على الأبن هي واجبات الأبن تجاه الأب هي واجبات الأبن تجاه الأب وحقوق الأب على الأب هي واجبات الأب تجاه الأبن هذا شيء يعني يجب أن أن ننتهي منه كقاعدة مسلسة إذن الواجب أن الأب يقوم بواجباته تجاه الأبناء ومن ثم يقوم الأبناء بواجباته تجاه الأبناء إذا أخل الأباء بالقاعدة يتوقع أن يخل الأبناء بالقاعدة ويتجه كثير من الأبناء إلى إساءة العلاقة مع الأباء بسبب عدم قيام الأباء بواجباته تجاه لأنه بلا شك أن الأب قيام الأب بواجبات تسبب تسبب قيام الأبن بواجباته تجاه الأب سواء كان من حيث النمو أو من حيث الناحية الزمنية فأنت لا تتوقع من طفل عمره ثلاثة وأربعة أو خمس سنوات أن يكون واعيا فاهما للحقوق الواجبة عليه تجاه لا من حيث النمو العضوي ولا نموه العقلي ولا نموه النفسي ولا من الناحية الزمنية فالناحية الزمنية يسبب تقديم الأب لواجباته أو أداء الأب لواجباته يسبب أداء الأب لواجباته تجاه الأب ما الذي يحدث الذي يحدث لنا كثير من الأب لا يقومون بواجباته فننتج أو نخرج بنتيجة أن الأبناء بعد ذلك أيضا لا يقومون بواجباته في جاه الأب يقول لربما بعضهم إننا نريد تحديد تحديد هذه الواجبات أنا الحقيقة أذكر لكم بعض واجبات الأب تجاه الأبناء ليس للحصر ولكن للتمثيل أولا تعليمهم أمور دينهم بالطريقة في الصحيح واجب أساس رقم واحد خليت بهذا الواجب توقع أن عملية العلاقة ستنزل بنسبة 20-30 لأن هذه القاعدة أصلا هي أيضا تؤسس لك وضوح واجبات الإبن تجاه لأن من الواجبات التي ستعلم إياه دينا هي ما يجب أن يقوم به تجاه وتجاه أمه فمن الأمور الدينية الشرعية أن يتعلم الأبناء البر بالآباء فإذا لم تعلم هذا غير الأشياء الأخرى فتعليمهم الصلاة وتعليمهم الزكاة وتعليمهم الصيام وتعليمهم الصلة والبر وتعليمهم الصدق والأمانة وغير ذلك تعليمهم أمور دينهم بالطريقة هذه أول حق وأول واجب يجب على الأب تجاه الأبناء ثانيا 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 النفق عليه النفق عليه وهذه أيضا مهمة جدا النفق عليهم دون من أو أذى النفق عليهم من واجبات الأبناء ودون من أو أذى لأنه لا يعني لا نخلو أو لا يخلو الحال لنوجود صنفي من الأباء يقصرون بهذه الأسئلة أباء لا ينفقون أو يقصرون بالنفق وأباء يمنون بالنفق وهذه لها نعكاس بعيد جدا على سلوك الأبناء يجينا مشاكل الآن كثيرة من الأبناء يقولون نحن نذهب إلى فلان من الناس العم أو الخال أو غيره ليعطينا مال وغني والأب قادر وغني إما لبخله أو لإحماله بعض الآباء أو بعض الأبناء يأتي ويقول صحيح أبي ينفق علي ولكن أنا فعلت أنا عطيت أنا اشتريت لك كذا أنا سويت لك كذا أنا فعلت أنا كذا ويظل دائما عنده شريط يردد على البن حتى صرت بحس بنوع من المهانة وكأن هذا الأمر تفضل وليس واجبا بعض الأبناء أيضا يقول إن الأب لا يعطي النفق إلا بعد إلحاح ومحاولة إثر محاولة وليس نتيجة يعني ليس لأمر تربوي في نفس الأب ولكن بنوع من يعني طمع في متاع الحياة الدنيا ونوع من التقطير ونوع من كذا مع العلم أنها نفقة واجبة كل هذه الأشياء يعني التي أشرت إليها والتي يذكرها بعض الأبناء والتي يقولون عنها إنها أثرت علينا تجاه آبائيا كل هذه الأشياء كما قلت تنعكي السلبا على علاقة الآباء بالأبناء حسن اختيار أسمائهم حسن اختيار الأسماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان يفعل ذلك وقد غير أسماء كما تعرفون استبدلها بأسماء أخرى فهذا أيضا من حق الإبن على الأب من حقوقهم أيضا إحاطتهم بالرحمة والشفقة والعطف هذا أربع من حقوقهم أيضا محبتهم وتقريبهم محبتهم وتقريبهم لا بد أن تقربهم إليك تجلسهم بجوارك تقبلهم تمسح على رؤوسهم تلاطفهم تمازحهم هذا من حقوقهم عليك لا يتوقع هذا أن يتم من فلان جارهم أو فلان الذي في الشارع لأنه لن يكون عنده الشعور الذي لديك ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كان يفعله كثيرا ارجعوا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الحسن فيجلس على فخده اليمنى أو اليسرى ويأتي أسامة بن زيد ويضعه على الفخد الأخرى ثم يرفعهما ويمازحهما ويقول إني أحبكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح الأطفال ويلاعبهما ويبث في نفوسهم الثقة والأنس والطمأنينة والراحة القضية السادسة إشباع حاجاتهم المختلفة بالمقدار المناسب إشباع حاجاتهم المختلفة بالمقدار المناسب قال لهم حاجات لا نتصور الأطفال أو الأولاد حتى وهو أبن 17-18 سنة له حاجات لا بد أن يُعنى بها الآباء فهو يحتاج للأمن ما يكون خائف منك قال لك كيف تربيه إذا كان دائم يخاف منك إذا رأاك جاي من نعمل هو عند الباب داب أشرع إلى أنه هناك لدخل في أي غرفة جاء أبو هذا يخاف من الأب كأن الأب ذلك المدرس الذي دائم يرفع العصى وبالتالي أيضا أعطاهم فكرة عن المدرسة سيئة أب أنت أنت أبوه ويجب أن يكون المسحة الشائعة هي الأم يأمن بالعكس يأمن وهو عندك يلوذ بك يحتاج إلى الأمن يحتاج إلى الأمن لماذا لأنك أبوه أنت الذي تقدم له النصرة والحماية والعطف وهو يحتاج إلى الأمن لأنه قاصر من الناحية العقلية قاصر من الناحية العضوية لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره وشبوجه يحتاج إلى الإحترام لماذا نحتقر الأطفال لماذا الذي يشيع في بيوتنا احتقار الأطفال لماذا يحتاجه إلى الإحترام حتى وهو صغير بقدر حاجته الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان جالس ومعه كبار الناس وأشياء خريش لما جاء جاءوا إليه بنبي ناء الماء كان عن يمينه غلام وعن شماله أشياخ أشياخ من قريش من كبار الصحابة فقال فلما شرف استأذن الغلام قال له أتأذن لي أن أعطي يميني قال لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحد استأذن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحترم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص ونصعى بن عمير كل هؤلاء كانوا شباب دخلوا الإسلام وشباب علي بن أبي طالب كان صغيرا كان صغيرا وكان يعتد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبث في نفسه الطمأنينة والثقة علي بن أبي طالب دون العاشرة دخل في الإسلام أول من دخل من الصبيان وكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتخفى بصلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة عن أعمامه ولما بلغ يعني يعني خمسة عشر أو بعد ذلك دون العشرين كلف بمهام عظيمة جدا منها البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حاجات الأولاد الإحترام إذا جاءت مثلا الولد في المجلس أو جاء أراد يدخل عند الرجال طبعا حسننا نقول لابد أنه كانت تعوده لكن بطريقة بالحسنة لكن بعض الأباء ينهر إذهب أنت لازلت صغير لماذا تدخل هنا؟ اللعب من حاجات الأولاد ما يستغني صحيح أنت توظف اللعب يعني نوظف اللعب نستثمر اللعب لكن ما نلجي اللعب من حياة الأولاد حتى الشاب الذي مثلا في عمر 14 15-17 سنة يحتاج إلى ذلك لكن وظف اللعب كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عودوا أولاده على السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل هذه كلها ألعاب لكنها وظفت وظفت توظيف صحيح وكما قلت يحاجه للأطفال وكان رسول الله عنه سلم لداعب الأطفال وكان يقول لبعض الأطفال كما تعرفون في حديث الذي كان يزور أم سليم فيقول للطفل الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير النغير نغر طير صغير كان يلعب به فكان يماشح ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير نغر طير صغير بسم الله الرحمن الرحيم يبدو لي أيضا أن الوقت سيجعلنا نستثني الموضوع الأخير نستكمل هذا العنصر وباختصار أقول مرة أخرى أن من الواجبات على الآباء واحد تعليمهم أمور دينهم بالطريقة الصحيحة نفق عليهم دون من أو أذى حسن اختيار أسمائهم حاطتهم بالرحمة والشفقة والعطف إشباع حاجاتهم مختلفة بالمقدار المناسب مثل حاجتهم إلى الأمن والاحترام واللعب والمعرفة وأيضا محبتهم وتقريب ولا ريب أن قيام الآباء والأمهات بهذه الواجبات وفق التوجيهات الشرعية ووفق الحاجات الفطرية لهؤلاء الأبناء سيؤثر على مسالك الأبناء تجاههم وسيورث المحبة والاحترام والطاعة وسيؤدي إلى البر بهم والبحث عن رضاة قاعدة الأخيرة وهي عن رأي الأبوين في الإبن وأثره على شخصية الإبن والبنت يتأثران بأقوال وآراء الأبوين فيهم ما يقوله الأبوان وما يفكران به الأبوان ويطبقانه عن الأبناء ينعكس على هؤلاء الأبوان وهما يعني الأبوين يبنيان الأراء عن أو الأبناء الأبناء يبنون الأراء عن أنفسهم وفقا لما يقوله الآخرون عنه فإذا كان الأبن محلا لثقة أبوي ومذكورا أو معروفا عندهما بالقدرة والنشاط والمبادرة وموكولا إليه من المهمات والأعمال ما يتطابق مع الرأي فيه وإذا كان يلقى من التشجيع والتأييد ومن التوجيه والتكليف ما يمثل اتجاها ورأي متناسب مع قدراته وإمكاناته فإنه يسعى لتقصيل ذلك في ذاته وفي صفاته وسماته شخصية وكذلك الصفات السلبية الصفات السيئة تتأصل من خلال مسالك وآراء الوالدين وغيرهما في الولد نضرب أمثل إذا أبوان شجع الإبن على الخدمة وتقديم القهو والشاي مثلا ونحوهما واتاح له الفرصة لممارسة ذلك بدنيا ونفسيا واجتماعيا فإنه يكون فكرة جيدة عن نفسه في هذا الباب وتتأصل بعض الصفات المتعلقة بهذا الجانب كالجرأة والمبادرة فضلا عن القدرة العضلية والبدنية العكس بالعكس بريدني أصب القهو لا أنت لا تستطيع لا زلت صغيرة طيب بعد سنة جاء أيضا يصب القهو لا أصبر أما تصير إن شاء الله عمرك 17-18 خليك تصب هذا السلوك هذا الرأي يبدأ يكتسب يكتسبه هذا الولد فينشأ ليس لديه جرأة ليس عنده قدرة على المبادرة والمواجهة والنشاط مثال آخر إذا عوداه وحفزاه لفظيا يعني شجعاه لفظيا ومعنويا على استقبال الضيوف والبشاشة جهد والسلام عليهم والسؤال عن أحوالهم وتلبية بعض مطالبهم فإنه أيضا يكون فكرة جيدة عن نفسه في الجانب الاجتماعي والتعاون والعكس بالعكس إذا كلفاه بالإنفاق أو المهمات المالية بالتدريج وبحيث يشتري الأشياء ويختارها ويفاوض في شأنه أو يبيع الأشياء ويتصرف فيها وشجعه على مثل هذه الأنشطة المهمة والأساسية في الأسرة فإنه يكون فكرة جيدة عن نفسه من حيث الأمانة والثقة والصدق والإخلاص والإقدام والموازنة والتحري والعجلة والتأني ونحو ذلك وهكذا إذا وجهت الأم البنت ووثقت بها لتقوم بأعمال المطبخ والطهي والترتيب واختيار الطعام والطبق المناسب وأوحت لها بقدرتها على ذلك وتمكنها منه فإنها تحول فكرة جيدة عن نفسها في باب المبادرة والتعاون والشعور بالمسئولية فضلا عن المرام البدني والعرام وهكذا في نشاط الخياطة وترتيب المنزل واستقبال الضيوف اختيار أثاث البيت وترتيب الزيارات وفي القراءة واقتناء الكتب والأشرطة وغير ذلك وأيضاء في الجوانب العبادية والثقافية وهي التي تعتبر الأساس في هذا الأمر كل هذه أيها الأخ هذه الإحاءات والآراء والأوامر والتكاليف والمحفزات من قبل الأبوين يجب أن تكون أيضا ضمن الضوابط الشرعية ووفق الاستعدادات الفطرية لهم إذا فعلنا هذه الأشياء وفقا الضوابط الشرعية والاستعدادات الفطرية ينعكس هذا ينعكس هذا إيجاباً على رأيهم في أنفسهم ويبنون صفات جيدة في شخصياتهم ويبدأون بتعامل جيد معنا لأننا أورثناهم صفات عالية جيدة ممتازة في التعاون والمبادرة والشعور بالمسئولية والصلاة والصدق والأمانة لابد أن تنعكس هذه على العلاقة مع الآباء وفي الحقيقة أن هذا الجانب مهمد من قبل الآباء فالذي يشيع الحقيقة في كثير من البيوت هو عدم الثقة بالأبنات وعدم الثقة بالبنات وتأخير تكليفهم بالأشياء وليس لدى الأم أو الأب من التفكير والتخطيط لوضع الحوافص والمشجعات التي تحملهم على القيام بأعمال هم يحبونها في الأصل يمكن ما أتصور فيه ولد مثلاً عمره 8 سنوات أو 7 يعني يحب أن يصبح مثلاً الشاي أو يقدم الشيء مثلاً للغاية أو يجب يسلم الغاية نحب هذا الشيء لكن نحن نقهره نرده فيكونون فكرة سيئة عن أفسهم وأول ما تنعكس هذه الفكرة عملياً على علاقته بها أرجو إن شاء الله أن أتمكن في فرص أخرى للحديث عن الجوانب الأخرى في هذا الموضوع سواء كان في جانب المشكلات التي كنت سأعرض لها وأذكرها بالتحديد أو جوانب الفصائص الفصائص المربي الناجح في إقامة العلاقات مع الأبناء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هدات مؤتدين وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد نشكر لفضيلة الشيخ نشكره على هذا الحديث وعلى هذه المحاضرة القيمة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيدنا من فتنة القول ولدي بعض الأسئلة يقول أحد هذه الأسئلة يقول عزيزي المحاضر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يقول إن أبي رجل يفرق بين أبنائك وهم ليسوا أشقاء بل من زوجتين وأنا ابن الزوجة الأولى ويفرق بيننا وبين أبنائه من الزوجة الأخرى في كل صغيرة وكبيرة وأحيانا أغضب إذا رأيت ذلك وأنا لم أعقه ولكن لا أحب الجلوس معه وإن جلست جلست وأنا ساكت لا أتكلم معه لأن نفسي لا تطاوعني على ذلك حتى أنهم يفرق بيننا في الوقت الذي يجلسه معنا فجل وقته يجلسه معهم فهل آثم إذا كنت بشيء من الكراهية أو إذا كنت شيئا من الكراهية في نفسي مشكلة يا أخوان يعني حقيقة يعني هذه صورة من الصور التي أشرت إلى طرف منها طبعا الإجابة على سؤال هذا أنا أقول طبعا أولا الحمد لله الذي منى عليك بمعرفة حق أبويك عليك واستجابتك الشرعية إلى الرأفة به وبر ومجالسه وحسن العلافة به أما الأمور النفسية فلا يملكه وخصوصا أن الأب قد فعل مثل أو سلك مثل هذا السلوك تجاهها ومسألة العدل مسألة العدل مهمة جدا وأنا لم أتحدث عنها وقد نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث فالعدل واجب ولا يجوز يحرم مخالفة العدل بالنسبة للأبناء حتى ولو كانوا من أم واحد فضلا أن يكونوا من أمين مختلفتين لأن هذا ينعكس سلبا بقرجة أعظم لما يكون من أمين ينضاف بعد آخر في الموضوع أنه اللي يفرق بين الأمهات فأنا أقول لهذا الشاب عليك أن تمضي في برك بوالديك وفي الوقوف إلى جانبهما وفي تقديم المعروف لهم وقد أمر الله سبحانه وتعالى بذلك حتى ولو كان على الشرك كما قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أما الجانب النفسي فأنا أقول اسعى إلى إزالة ذلك الشعور ولا بأس أن تفعل يعني من التصرفات والأعمال ما يقربك إلى أبيك وما يشعره بأنك يعني بأنك الإبن البار الإبن الواصل الإبن الذي يأتمر بأوامر أبيه والإبن الذي يسعى لرضاه والإبن الذي يقدم الخدمات إليه فإنه لا بد أن يغير مشاعره ولا بد أن يشعر بالذن ولا بد أن يقابل يقابل سلوكك الحسن بسلوك مثله أو أحسن فالآباء مهما قسوا يمكن أن يرجعوا يمكن أن يرجعوا ويعود إسعى إلى ذلك بكل ما تستطيع وبقدر ما يوجهك إليه الشرع وبقدر ما تستطيع به بالضوابط الشرعية فلا بد أن تتغير الأحوال مع المحاولة وبالتدريج والله رعا وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول أسأل الله العظيم من يعظم لك الأجر على هذه المحاضرة القيمة وبعد لدي ثلاثة أبناء أكبرهم سنة السابعة من عمره وهداني الله ولله الحمد إلى إخراج التلفاز من منزلي وجدت لدى أبنائي الفراغ الكثير ولا يمكنني عملي من الجلوس معهم إلا يوم الجمعة فعملي في جهة أمنية مرتبطة بتعقب المجرم والجريمة والقضايا عليها فلا أتمكن من الجلوس معهم ومتابعتهم فما هو التوجيه لمثل ذلك فجزاكم الله خيرا أين الأم؟ لم تذكر الأم؟ هذا سؤال الأمر الثاني حتى لو بلغ عملك مهما بلغ لابد أن توجد لك وقت لأبنائك أبداً أنا أقول إن الأبناء وتربيتهم أفضل من الانتدابات وخارج الدوام إلا في قضايا استثنائية ملحة تهم لها دور في مصلحة الأم بعض الآباء يضحي في تربية أبنائه ويأخذ خارج دوام أولا يضحي في تربية أبنائه وتوجيههم واستحابهم إلى الصلاة واستحابهم إلى أماكن الخير من أجل أن ينتدب لمدة شهر مثلا حصاً إذا ما كان عنده بديل يقوم بعملية التربية القضية الثالثة أن الأب يجب أن يربط أبنائه هو كم قال الأمار أن يربط أبنائه بأسر طيب فالمفترض أن يختار الجيران بحيث يطمئن إليه ويختار الأصدقاء الذين يزورهم أو يزورهم أو تزورهم الأسرة وحتى في الأقارب ينتقي منهم من هو ملتزم بدينه حسن السير والسلوك ويكثر من زيارته ولا أقول أن يقاطع الأسر المفرطة لكنه يخفف من زيارته أو تخفف الأسر من زيارته ويبقى أن على الأب دور وعلى الأم دور فلابد أن يقوما بدوره ولا يعفونك من ذلك بحاله ثم لا بد من تزويد البيت بالأشرطة المناسبة والكتب المناسبة والألعاب المناسبة والأجواء المناسبة لا في شكل إذا كان البيت ضيق محجور شقة مثلا تتركهم 24 ساعة في هذه الشقة يبي تضيق صدوره كلما كان البيت أفسح كان ذلك أفضل للأرض فالقضية مرتبطة بالأجواء نفسها بما تزود به البيت من أشياء بديلة بتربية الأم ووجودها بالوقت الذي تبذله لهم قدر ما تستطيع إضافة إلى التنظيم كما قلت الزيارات والجيران والعلاقات والله أعلمنا وهذا سائل يقول قد يبذل بعض الآباء ما يستطيعون من تربية ورعاية وعناية وجهد ولكن تأتي عوامل تفسد دورهم أو دورهما مثل وسائل الإعلام والأقران في المدرسة والمجتمع وعوامل الهدم المنتشرة في المجتمع كالمخدرات والفديو وهذا يؤلم بعض الآباء لعقوق أبنائهم وضياعهم في المخدرات الآخر هذا ليس عندي له حل وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم وبعد بعض الآباء وإن كانوا حريصين على تربية أبنائهم إلا أنهم يلجؤون لأساليب خاطعة مثل بذاءة اللسان حيث أن البعض يلجأ إلى السباب وأحيانا سب الواردين والوصف يوصى في لا تريق هذا لا يجوز لا شرعا ولا عقلا ولا تربية فالرسول صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث والله سبحانه وتعالى في عشرات الآيات في القرآن أكد على السلوك الكلامي السلوك اللساني ففي الحقيقة أول ما يخسر مثل هذا الشخص يخسر الآخر يخسر آخرته بذاءة اللسان ذهبت بالأجور يعمل الأعمال العظيمة ولكن لسانه يذهب به كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاد قال عليك هذا وأخذ بلسانه قال أو مؤاخذون على ما نتكلم به أو معنى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا معاد وهل يكب الناس في النار على وجوهه إلا حصائد ألسنتهم سبحان الله كثير من الآباء أنت يا ولد فاعل التارك الكذا ويشتم ويسبه ويقس عليه في الألفاظ وإلى هذا لا ينبغي يقول للأبنى تعود ما تكتسبه بالعادة تستطيع أن تحفئه بالعادة ما تكتسبه بالعادة تستطيع أن تخفضه وتزيله بالعادة حج عليك تقول تعود يقول تعود على التارك صن لسانك لا ينبغي وهذا صحيح أن من الأساليب الشائعة عند الآباء والأمهات أؤكد على هذه المسألة بأن لها أثرا تربويا سيئا على الأبناء سيخرجون بنفس الطبيعة اللسانية التي أنت عليه هذا واحد الشيء الثاني سيقولون لك هذا الكلام أيضا الشيء الثالث هذا سينعكس على علاقتهم بك في المستقبل الشيء الرابع سيكون هذا إثم وخسارة لك في الآخر رب نفسك عود نفسك على سلامة اللسان واستقامة اللسان حسن الكلام واللطف الكلام الطيب وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختم هذه الأسئلة بهذا السؤال من سائل أو من سائله يقول عندما كانت النساء يحضرن خطبة الجمعة في القديم كان يحصل لها توجيه في أمور دينها ومن ضمن ذلك حسن تربية الأولاد أما الآن فانقطعت هذه الطريقة لا ترى يا شيخ لو عيدت هذه الظاهرة لا أمكن عن طريقه توجيه الأمهات في توجيه بناتهن في عملية تعليمهن دينهن وتربيتهن التربية القزنة يعني مقصود أنه مثلا حضور الخطب هذا أمر طبعا مورد من الموارد التي ترده المرأة للتعلم والتعرف والعلم لكني أنا أقول ليست المشكلة الحقيقة المعرفة الآن يوجد مثلا كتب يوجد أشطة يمكن تسجل الخطب المشكلة هي الإرادة والعزيمة التخطيط والترتيب والمبادرة والعمل والتطبيق هذه هي المشكلة الموجودة لدينا الآن كثير من الأمهات فرطت في التربية فرطت هي بنفسها ووكلتها وأخريات وكلنا التربية إلى المربيات والآباء وكلوه إلى السائقين ووكلوه إلى وسائل الإعلام ليست القضية قضية المعرفة حقط بل هي المبادرة والعزيمة والعمل وأعتقد أن هذا هو مربط الفرس إذا كان هناك عزيمة صادقة من الأم ومحاولة إثر محاولة فإنها لا بد أن تكتسب العادات الطيبة والأساليب المناسبة في التربية ولا يمنع أن تخطئ الأم المشكلة أن تصر على الخطب المشكلة أن لا تعرف الخطب فهي إذا سمعت وتعلمت اقتنت الأشرطة والكتب ثم حاولت أخطأت مرة تصحح في المرة الثانية وأخطأت مرة ثانية خطأ من نوع آخر تصحح وحتى يمضي مدة شهور أو سنة أو سنتين ثلاث سنوات تكون قد تحسنت طريقة تربيتها وأصبحت لا تواجه أي مشكلة مع أولادها وستربيهم فردا بعد فرد وتسعى إلى غرس الأخلاق الفاضلة والصفات الحسنة والسمات الطيبة فيه والله أعلم وصلى الله بسلم باسم مركز الدعوة بالرياض نشكر فضيلة الدكتور عبدالعزن غيمشي الأستاذ في جامعة الإمام أستاذ علم النفس ونشكره على إجابة الدعوة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم المثوبة والأجر على استماعكم